رغم زيادة المخاوف من اتساع أزمة الديون السيادية استطعت أوروبا الحصول على دعم زعماء مجموعة العشرين في مواجهة أزمتها المالية بعدما تعهدت في ختام قمة بالمكسيك باتخاذ خطوات ملموسة لإعادة دمج القطاع المصرفي الأوروبي من جهتي أكد رئيس الفرنسي فرانسواء أولوند نية بلاده المضي قدما في فرض ضريبة التحولات المالية الخاصة بالمؤسسات البنكية أتمنى بالتعاون مع دول محددة أن نستطيع بدء تنفيذ ضريبة التحويلات المالية سريعاً أي بحلول عام 2013 الأزمة السورية كانت حاضرة وبقوة في مناقشات الولايات المتحدة مع الصين وروسيا كما أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما لقد أتيحت لنا الفرصة لمناقشة الأوضاع في سوريا وللتوصل إلى تقارب مشترك بشأن ضرورة إنهاء حمام الدم هناك وقيام حكومة شرعية نأمل جميعاً في وجودها أوباما أكد أيضاً أن الدولتين واعيتان لمخاطر وقوع حرب أهلية في سوريا لكنهما لم ينضم بعد إلى خطة دولية للإطاحة بالرئيس بشار الأسد موسيقى موسيقى